السلام عليكم مرحبا متابعين الكرام مرحبا متابعين جديد احوال الطقس اهلا وسهلا بالجميع احوال الطقس المنتظرة ليلة اليوم متابعين الكرام امطار ستكون على فترات وعلى وقع الرعود ستخص بعض المناطق الغربية بحول الله تعالى كما نتابع معكم في الصورة اذن هذه المناطق كلها ستشهد امطار رعدية بالاضافة الى ولاية البيض ايضا الاغواط المناطق الغربية هي الاخرى جنوب سيدي بالعباس ايضا معنية بالامطار بالاضافة الى ولاية معسكر وجنوب ولاية تلمسان نلاحظ هنا ايضا منطقة رأس الماء القصدير ايضا كل هذه المناطق معنية بالامطار نلاحظ ايضا تزيل بعض الثلوج على ولاية البيض وبالضبط منطقة بوعلام اينا ستشهد ثلوج بحول الله تعالى ليلة اليوم ايضا الامطار ستكون متابعنا الكرام كما نتابع معكم في الصورة بالجنوب الغربي في الموعد وبقوة بحول الله تعالى الى غاية صبيحة الاحد الواحد والثلاثين من شهر مارس واليوم الاخير من شهر مارس اينا ستشهد بشار امطار رعدية قوية متابعنا الكرام بالاضافة الى شرق ولاية تندوف وان شاء الله ايضا شمال ولاية ادرار بالاضافة الى تمرست بحول الله تعالى ستكون رعدية قوية نتابع معكم صبيحة يوم الاحد ستكون الامطار في الموعد على المناطق الغربية كما نتابع معكم في الصورة ولاية وهران ستكون امطار خفيفة ومن حين الى اخر ايضا الامطار في سيدي بالعباس ايضا ولاية تيارت ستكون على موعد مع الامطار ولاية ايضا الجلفة وتزليل ايضا بعض الثلوج على ولاية الجلفة ومنطقة دار الشيوخ ايضا الاغوات ستكون في الموعد البيض ايضا منطقة سيدي الحاجدين ستكون معنية بقوة بامطار ستكون غزيرة كما نتابع معكم في الصورة هذا البلون الاصفر كما قلت ايضا غردايا تنتقل لاحقا الى ورقلة بحول الله ايضا ولاية وديسوف تقريت كلها ستكون امطار بها قوية بحول الله المناطق الوسطى ستنتقل ايضا بها الامطار وستكون غزيرة في بعض الاحيان هنا نتابع الشلف البليدة ايضا اثنية الحتي سمسيلت تيارت كما قلت غريزان مصد غانم كما قلت ايضا عين والسيرة هنا نتابع قصر الشلالة زمال الامير عبدالقادر عين ذب كل هذه المناطق ستكون معنية بقوة بحول الله تعالى تنتقل في الفترة الليلية لصباحة الاحد بحول الله تعالى ناحية بومردس الجزائر العاصمة ايضا البويرة تيزي وزي وايضا برج بورا ريج بوسعيدة ايضا ستستقبل كميات هامة من الامطار بالاضافة الى ولاية بسكرا كما نتابع معكم في الصورة ايضا المناطق الغربية ستكون مع موعد مع امطار طوفانية ابتداء من امسية يوم الغد الاحد الواحد والثلاثين من شهر مارس ستكون قوية جدا هذه الامطار بالاضافة الى وسط الصحراء ايضا كما نتابع معكم في الصورة ناحية ورقلا بشار البيض الاغواط ايضا الجلفة كل هذه المناطق كما نتابع معكم في الصورة معنية بامطار ستكون غزيرة ايضا المناعة برج امر ادريس هنا ايضا نتابع معكم امطار ستكون قوية جدا ستزداد الامطار غزارة بين تقريبا الليلة الفاصلة بين الحد والاثنين على كل المناطق الغربية الوسطى وشرقية وستكون شاملة بحول الله تعالى وامطار طوفانية متابعين الكلام على وقع ايضا الرياح القوية كما نتابع معكم في الصورة سنوافيكم متابعين في نشرة دقيقة بحول الله تعالى كل المناطق المعنية والولايات المعنية بالامطار الغزيرة فقط اذكر اننا سنشهد ثلوج على ولاية الجلفة بالضبط منطقة دار الشيوخ وولاية ايضا البيض منطقة بوعلام ستشهد ايضا ثلوج ليلة اليوم وان شاء الله صباحة يوم الاحد ستشهد كما قلت الجلفة دار الشيوخ بعض الثلوج فقط تابعونا على قناة عبدو اش دي تيوب متابعين الكرام على اليوتيوب واشتركوا معنا وسا متابعين الكرام سأوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص احوال الطقس على منطقتكم والسفسيراتكم فيما يخص احوال الطقس في بث مباشر عبر قناة عبدو اش دي تيوب متابعين الكرام فمرحبا بالجميع ترجمة نانسي قنقر